موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية بدايتها بالعنوين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين منتدى الرياض الاقتصادي يعقدوا دورته العاشرة في نوفمبر القادم انتخاب المملكة رئيساً للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط واختتام أعمال المؤتمر المصاحب لمعرض صنع في السعودية بسم الله الرحمن الرحيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود يقام خلال الفترة من الرابع عشر وحتى السادس عشر من نوفمبر من عام الفين واثنين وعشرين منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة أربع دراسات هي دراسة أفاق وتحديات مجال العمل الجديد ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ودولة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندري بلينكوفينتش أوجه التعاون بين المملكة وكرواتيا وأسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بالإضافة إلى مناقشة فرص نقل العلاقات المشتركة إلى أفاق أرحب في ضوء رؤية المملكة عشرين ثلاثين وبما يحقق مزيدا من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين كما أكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بهدف تعزيز الأمن والسلم الدوليين هذا وعقاد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في كرواتيا جوردان جريليتش رادمان جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان على العلاقات السعودية الكرواتية وسبول تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة كما بحث الجانبان تطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية الهادفة لضمان عدم امتهاك إيران للاتفاقيات والمعهدات الدولية في هذا الشأن إضافة إلى أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوث الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق والتي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية إضافة إلى مناقشة توطيد الجهود المملكة وكرواتيا في مكافحة الإرهاب وتطرف بجميع أشكاله وصوره كما استعرض سمو وزير الخارجية مع رئيس البرلمان بجمهورية كرواتيا جوردن ياندري كوفيتش العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التنمية المستدامة محليا وعالميا كما تناول الجانبان آخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم استعرض وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مع وزيرة خارجية جمهورية تشيليا المكلفة كارولينا فالديفيا علاقات صدقة والتعاون والسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية للجمهورية عقد وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مع وزير العلاقات الخارجية في جمهورية البراغواي أوكليدس أسيفيديو جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وأسبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وجمهورية البراغواي على الأصعيدة كافة وذلك خلال زيارة الجبير الرسمية لجمهورية البراغواي بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيفة للشيخ مع وزير الأوقاف المصرية دكتور محمد جمعة عددا من الوضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الديني وتأهيل وتدريب الآئمة والواعظات وأكد دكتور جمعة أن دور المملكة في أعمال المؤتمر الثاني وثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية رائد ومشاركتها وحضورها مهم ومؤثر من جانبه ثمن الدكتور للشيخ الجهود التي تبدلها وزارة الأوقاف المصرية لخدمة الديني ونشر الوسطية والاعتدال داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصر تقدمها ورقيها عقد رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية للدول العربية اليوم في القاهرة اللقاء التشاورية وذلك على هامش أعمال اجتماعات المؤتمر الثاني وثلاثون للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ خلال رئاسته وفد المملكة المشارك في المؤتمر وبحث رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية خلال اللقاء الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد وما سيتضمنه جدول الأعمال كما سيعقد رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية غدا اجتماع المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بعنوان التضامن العربي حيث سيتناول وجد دول أعمال المؤتمر الموضوعاتي ذات الصلة بالشأن العربي كما سيلقي رؤساء الوفود عددا من الكلمات خلال الاجتماع تمهيدا لإعلان البيان الختامي للمؤتمر انتخبت الدول العضاء في المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو المملكة رئيسا لمدة ثلاث سنوات وتهتف المجموعة إلى تطوير استراتيجية متكاملة تعتمد على البيانات وتنفيذ برنامج عمل يدعم إطار أداء إقليمي لإدارة السلامة ويأتي انتخاب المملكة تقديرا لدورها البارز في تعزيز سلامة الطيران وجهودها المبدولة في دعم الخطة الإقليمية للسلامة الجوية وتحقيق أهدافها اختتمت اليوم أعمال المؤتمر المصاحب لمعرض صنع في السعودية الذي استمر لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام وأكد المتحدثون خلال الجلسة الختامية التي حملت عنوان قصص نجاح في ريادة الأعمال لأن المثابرة وعدم الاستسلام عند أول محطة فشل أمر ضروري توافره في رواد الأعمال نظرا لنجاح كثير من المشاريع وبروزها بعد عدة تعثرات داعنا الشباب السعودي للابتكار في مشاريعهم واستشراف المستقبل وتطوير منتجاتهم ليتحقق لها النجاح انتهت اليوم المهلة التصحيحية لمخالفين نظام مكافحة التستر بحسب البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والذي أعلن في وقت سابق عدم تمديد الفترة التصحيحية وكان البرنامج قد حث جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم خصوصا المنشآت التي تبلغ إراداتها السنوية مليوني ريال والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن خمس سنوات والغرامة لخمسة ملايين ريال صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن إحباط محاولة ترويج سبعمائة وتسعين ألفا وثلاثمائة وعشرين قرص إنفيتامين مخدر بحوزة مواطن والقبض عليه بمنطقة الرياض وفي عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود تم إحباط محاولة تهريب أربعمائة وخمسة وخمسين ألف قرص إنفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك وهو مواطن وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما لإجراءات نظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل ألف وسبعمائة وثلاثم وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي ثلاثة ألاف ومئتين وسمح حالات في من خفضت الحالة الحرجة إلى تسعمائة وتسعين وسبعين حالة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة رحمهم الله هذا وتجاوز أجمالي عدد الجرعات المعطات من لقاح كورونا في المملكة تسعة وخمسين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف جرعة إذ بلغ عدد من حصلوا على جرعتين ثلاثة وعشرين مليون وتسعمائة وستة وثمانين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من خمسة وعشرين مليون وثمانمائة وتسعة آلاف شخص من سكان المملكة أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ سبع عشرة عملية سداف ضد مليشي الحوذي الإرهابية في حجة ومأرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأوضح التحالف أن للسدافات دمرت أربع عشرة آلية عسكرية وخسائر بشرية في صهوف المليشيات الإرهابية يعيش آلاف النزحين أوضاعا إنسانية صعبة جراء الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية الطفل سعاد واحدة من بين آلاف الأطفال اليمنيين الذين منعتهم مليشيا الانقلاب من موصلة تعليمهم بسبب تصعيد مليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية على مديرية مأرب وقصفها بالصواريخ وغيرها من الأسلحة فقد نزح أكثر من 1200 نازح إلى مخيم السيماء شرق مارب هربا من بطش المليشيا التي دمرت ممتلكاتهم سعاد ابنة العشر سنوات كانت تدرس في الصف الخامس الابتدائي بمديرية صرواه غرب مارب فهي لم تتوقع بأنها ستعيش في هذا المخيم المتهالك الحوثي دمر اليمن ونريد أن نتعلم مثل ما بقيت أطفال العالم يتعلمون فالكثير من الأطفال مثل سعاد تركوا ودارسهم جراء عبية القصف العشوائية ويحاولون مواصلة تعليمهم في هذه الخيمة الصغيرة التي تحولت إلى مدرسة ليكمل تعليمهم منها قمنا بمبادرة التعليم للأطفال مبادرة ذاته من أنفسنا والآن العساس الطلاب لا يضيعوا من قلة التعليم وكنا فيه قد هذا نزوح الخامس أكثر من مئتي طالب وطالبة في هذا المخيم يحاولون مواصلة دراستهم بعد أن تسببت ميليشيا الحوثي الإيرانية بإبعادهم عن منازلهم الأطفال يأملون بانتهاء الحرب ليعودوا للعيش في ديارهم بسلام عبد الفتا غلاب عدم أعلنت قوات الجيش اليمني عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء في محافظة صعدة وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع شرقان واتباب العذابي والهديبي في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع كما أوضح المصدر أن مدفعية الجيش اليمني سدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيات إلى الجبهة ذاتها سارع مركز الملك سلمان لغاثة الأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للصوماليين إثر الفيضانات الشاسعة وموجة الجفاف الواسعة التي عصفت بمدن وقرى واسعة في البلاد عندما ضربت الفيضانات مدينة بلدوين وسط الصومال نزح آلاف الأشخاص وفقد كثيرون مصادر رزقهم ولتخفيف من حدة الأزمة تحركت المملكة بشكل سريع من خلال مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية وأرسلت مساعدات غذائية إلى المدينة المنكوبة لقد بذلتم جهدا من أجل مساعدتنا جزاكم الله خيرا ومتعكم بالصحة وتمكننا من استلام المواد الغذائية دون أي مشاكل وفي العاصمة مقديشو وصلت مساعدات إنسانية أخرى مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى آلاف الأشخاص الذين فروا من ويلات الجفاف في بعض الأقاليم الصومالية الحمد لله استلمنا اليوم مساعدات غذائية جزاكم الله خيرا ونتمنى لكم التطور والرفاهية سيساهم هذا في تخفيف أوضاعنا الصعبة المملكة كانت وما زالت من أكثر الدول دعما للشعب السومالي الذي عانى من ظروف إنسانية قاسية على مدى السنوات الماضية عبد القادر فودي مقدشو الختام بأبرز معنوي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين منتدى الرياض الاقتصادي يعقيد دورته العاشرة في نوفمبر القادر انتخاب المملكة رئيسا للمجموعة الإقليمية لسلامة الطيران لمنطقة شرق الأوسط واختتام أعمال المؤتمر المصاحبي لمعرض صنعة في السعود شكرا لكم شاهدين الكرام على طيب المتابعة وفي إيمان الله شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة